تدين وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية وأكيدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداء سافرا وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية وتشيل وزارة الخارجية بكفاءة ويقضة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها